حلقة مميزة وأتمنى فعلاً إنكم تسمعوا كل كلمة هتتقال في الحلقة وفعلاً تفكروا فيها بطريقة عملية لأن طبعاً الناس كتير سمعت حلقة زي حلقاتي اللي أنا هتكلم فيها النهاردة قبل كده وبتسمعها وبتقول لي شكراً يا دكتور للمعلومة ولكن أتمنى إن النهاردة فعلاً تفكروا فيها تفكير عملي لأن حل النهاردة هيغير لنا حياتنا وهيوعيد ابتسامتنا وهنعيش حياة جديدة مختلفة مع طأم الأسنين طبعاً ناس كتير من مرتدي طأم الأسنين الكامل العلوي أو السفلي أو كلاهما بيشتكي من عدم الثبات وعدم الثبات دوت أو إن الطأم بيتحرك فيه الفم مترتب عليه مشاكل كتيرة جداً من إنه ما بيعرفش يأكل بيه ولا يشرب بيه ولا يتكلم بيه ولا يمارس بيه حياته الطبيعية ومش عارف حتى يستعيد ابتسمته ومش عارف حتى ينخرط فيه المجتمع وربما يكون فقط جزء كبير من نجاحه في شغله استخدم بقى أنواع لاصق كتير حاول يعدل في طأم الأسنين حاول يعمل طابتين أو ري لاينج أو بطانة عمل طأمه واثنين وتلاتة وغير طبيبه واثنين وتلاتة وبرضه ما فيش فايدة أنصحكم إنكم تبتدوا تفكروا بطريقة عملية إنكم تحطوا ذرعات أو غرسات وثانية واحدة ناس كتير تقول يا دكتور أنا معيش فلوس أعمل غرسات النهاردة هنتكلم على الحل الاقتصادي الأرخص والأسهل والأسرع في موضوع الغرسات نبتدي نفكر فعلا في موضوع الغرسات طيب أنا يا دكتور عندي تآكل شديد في عظام الفك برضو النهاردة الحل بتاع النهاردة يناسب اللي عندهم تآكل في عظام الفك ويناسب الناس اللي صحتها ضعيفة شوي ويناسب الناس كبار السن يعني هو حل بصراحة ممتاز طيب الحل إيه دكتور إحنا نسمع إن لازم نحط أربع زرعات وست زرعات علشان نثبت عليهم طقم الأسنين لا إحنا ممكن نعمل زرعتين فقط في الفك السفلي زرعتين فقط والزرعتين دول كمان ممكن يبقوا ميني أو صغيرين يعني زرعات ميني ميني إمبلانس أو زرعات صغيرة الحجم هيبقى الميزة وليه بتقولي عليه إنه الحل الاقتصادي والأسهل والأسرع طبعا لما أحط زرعتين ميني ميني يعني صغيرين يعني هيبقى حل اقتصادي لأن الزرعات الميني بتبقى أرخص من الزرعات التقليدية الطويلة كمان هي الحل الأسرع والأسهل لأن طبعا لما حط أربع أو ست زرعات محتاجين وقت أطول محتاجين جراحة أكبر محتاجين صعوبة والتقام في جرح ست جروح أو أربع جروح غير لما أعمل زرعتين فقط هتبقى أسهل على المريض وهتبقى أسهل على الطبيب فبالتالي هي أسهل حل متاح لتثبيت طقم الأسنان السفلي الكامل اللي أغلبكم بيشتكوا من عدم ثباته هيديني طبعاً درجات ثبات عالية زي ما أنتوا شايفين في الصورة بيتم وضع زرعتين ميني صغيرين في الفك السفلي تقريباً في منطقة الأنياب وبعد كده بناخد مقاسات ونستنى فترة التقام ونحط عليهم أو نحمل عليهم طقم أسنان كامل بيدخل بالكابس وبيديني درجات ثبات عالية جداً يعني إيه بيدخل بالكابس يا دكتور؟ يعني الزرعتين اللي موجودين بيعشقوا أو بيدخلوا في صقبين أو زي ما بنقول حفرتين موجودين في الجزء الداخلي من طقم الأسنان فبالتالي بيدخلوا بيعمل طق وبيعشق في التركيبات بيدخل زي دكر وانتاية زي عشق ومعشوق زي ميل وفي ميل زي سوكت بول أند سوكت زي المفصل أياً كانت التسمية بيدخل وبيديني كابس بدرجات عالية جداً طيب نتيجة للثبات دوت أنا هقدر آكل هقدر أشرب هقدر أمارس بحياتي الطبيعية هقدر أتكلم طبيعي هقدر أمارس شغلي إن كنت موذيع إن كنت محامي إن كنت مدرس هبتجي أستعيد القدرة على الكلام مرة تانية وأبتجي أنخرط في المجتمع وأشوف حياتي ومستقبلي فطبعاً شيء مهم جداً إن طقم يبقى ثابت في الفن طيب بالنسبة للناس اللي بتسأل وبتقولي الزراعات على بالما تلتقم بتحتاج فترة ما بين 6-8 شهور الحقيقة أن أنت ممكن تركب عليها تركيبة مؤقتة فورية تقدر تحط الزراعة وتحمل عليها على طول طقم الأسنان الفوري المؤقت لحين انتهاء الشهور بتاعت التقام الزراعة مع عظام الفك وبعد كده بنعمل التركيبة النهائية الكاملة في الفترة دي طبعاً بيبقى فيه تعليمات ما بعد الزراعة من حيث الأكل اللين والطري والحفاظ على النظافة وعدم التحميل جامد على الأكل بطقم الأسنان المؤقت لإعطاء فرصة للزراعات إن هي تلتحم بعظام الفك وعدم الفك يتكون حول الزرعة وده بنسميه أوسيو انتجريشن يعني تكون عظام أو بناء عظام والتحام الزرعة بعظام الفك كمان ما ننساش إن وجود الزراعات بيبقى ذيها زي جدر معدني بيدخل فيه العظم وده بيمتص صدمات المضغو إلى حد ما بيحافظ على عظام الفك من التأكل يعني طبعا بيبقى التأكل أقل شوية من الشخص اللي مش عامل زراعات خالص والقوة المضغة بتنزل بطريقة مباشرة على العظم ومفيش أي حاجة بتنتصها بالنسبة لشروط الزرعة ديت هي نفس شروط زراعة الأسنان التقليدية ولكن أقل شوية لأن طبعا الجراحة بتبقى أبسط بكتير يعني طبعا الاحتياج لعظام الفك بيبقى أقل شوية لأن طبعا الزرعات ميني والصغيرة فبتتحط للناس اللي عندهم شوية تأكل فيه عظام الفك يعني مش لازم يكون عظم الفك قوي ومتاح قوي علشان أحط الزرعات ديت تاني حاجة طبعا بالنسبة للمريض السكري لازم يكون منظم السكر سواء الزرعة كبيرة الزرعة ميني لازم يكون منظم السكر كويس جدا ويكون التراكمي بتاعه أقل من عشرة الناس اللي عندها شاشة في العظام لازم تركز فيه نسب فيتامين دي ونسب الكالسيوم وما تكونش بتاخد أدوية هشاشة لفترات طويلة قوي لأنه بتأثر لي على الكواليتي بتاعت العظم كمان ما يكونش شخص مدخن شره يعني حتى لو بيدخن يكون تدخين على بسيط يعني سجارة 2-3 في اليوم لكن ما نصحش طبعا المدخن الشره قوي أنه هو يعمل زرعات ما يكونش عنده مرض سيولة في الدم وعامة أنا تكلمت على شروط الزراعة في حلقات منفصلة وبفكركم تاني أن الزراعات الميني بتكون شروطها أقل شوية من الزراعات الكبيرة بالنسبة لكبار السن هي تناسب جدا كبار السن بيبقى عندهم تآكل في عظام الفك الزراعات الميني الصغيرة بتناسب الناس اللي عندها تآكل أكتر في عظام الفك الناس اللي بتسأل هل التكنيك ده ينفع للفك العلوي أيضا يعني أقدر أحمل طقم أسنان علوي على زرعتين ميني بس الحقيقة ان ده بيناسب اكتر طقم الاسنان السفلي ولكن طقم الاسنان العلوي بنفضل ان احنا نزود شوية عدد الزرعات الى 3 زرعات وغالبا بيكونوا زرعات عادية مش ميني بقى يا دكتور هل ده الحل الامثل اني احط زرعتين في الفك السفلي واثبت عليهم طقم الاسنان الحقيقة هو مش الامثل الامثل طبعا اني بحط مثلا 4 زرعات او 6 زرعات بيديني درجات ثبات اعلى والتزن اكتر لطقم الاسنان وبيحافظ اكتر على عظام الفك من التآكل ولكن لازم نبص انت صحتك تسمح ولا لا انت مدياتك تسمح ولا لا انت سنك يسمح ولا لا انك تحط عدد الزرعات ده كله علشان كده انا ما قلتش هو الحل الامثل ولكن انا قلت الزرعتين في الفك السفلي هو الحل الاسهل والاسرع والارخص وده طبعا حل عملي جدا وبيديني برضو درجات ثبات عالية جدا ومرضية جدا بالنسبة للمريض وبالنسبة الناس الالقانة اللي بتسمع فيديوز على اليوتيوب اطباء مش متخصصين في مجال طب الفم والاسنان ويقولك ان زراعة الاسنان بتسبب سرطان طبعا الكلام ده خطأ تماما مفيش حاجة اسمها زرعة بتسبب السرطان الزرعات آمنة وبيستخدموها في كل دول العالم الأوروبية وأمريكا وكندا وكل الناس بتستخدمهم حتى زرعات في الفم الزرعات بتبقى معمولة من مادة التايتينيوم هي نفس المادة اللي بتتعامل منها المسامير والشرائح بتاعة الرجل وبتاعة الكتف يبقى شمعنا انتوا خايفين من الزرعات بتاعة الفم طبعا هي هي نفس الماتيريوم التايتينيوم هي هي نفس الخيمة اتكلمت على علاقة الزرعات بالسرطان في حلقة منفصلة اللي حابب يشوفها هتلاقوها على القانون اتمنى تكونوا استفدتم من حلقة النهاردة ترجمة نانسي قنقر